تعالى أقول لك بشكل عام نتائج المصريين في منافسات النهاردة في أولمبيات باريس 2024 يلا بينا زي ما قلت لك منتخبنا الوطني لكرة اليات عدم مع فرنس 26-26 في ثالث مواجهاته بالأولمبيات وعمر عصر بيت أهل للدور ربع النهائي في منافسات تنس الطولة بعد الفوز على الكزارستاني كيرل بنتيجة 4-2 وهيواجه السويدي تروليس موريجارد في دور 16 في العشرة مساء غد الخميس إن شاء الله منتخب مصر سلاح السابر يحتل المركز السادس بأولمبيات باريس بعد الخسارة من إيطاليا بنتيجة 45-38 وماجي مصطفى عشماو تودع منافسات الرماية بعد احتلال المركز 27 من أصل 30 في التصفيات وابراهيم أحمد لاعب منتخب مصر للرماية بينهي منافسات 50 متر ب3 أوضاع في المركز 41 من أصل 44 السنوية أحمد عبد العالو محمد داكوتا يودعان أولمبيات باريس في منافسات التجديف الزوجي بعد احتلالهما المركز الأخير في المجموعة C عبد الخالق البنة ينهي منافسات فردي التجديف في المركز الرابع بمجموعته الترتبية للمراكز من 13 ل24 ومن المقرر أن يلعب البنة يوم الجمعة المقبل للمنافسة على ترتيب المراكز من 19 ل24 مراكز الشرفية مهمة خد بالك ما تستهترش بيها دا يبقى تصنيفه عالميا هنا مشرف تودع منافسات تنس الطاولة فردي بعد الخسارة من اليابانية هنا هياته بنتيجة تربعة لشي في عاد الأشواط في إطار دول 32 وجنة علي تودع منافسات الكوس والساهم فردي سيدات من دول 32 بعد الهزيمة أمام لعابة كوريا الجنوبية نام سهيون بنتيجة 7-1 عوض يخسر من الأسباكستاني بنتيجة الأسباكستاني مين؟ ماشي الأسباكستاني وخلاص بنتيجة 5 لشيء في دول 16 وزن 71 كيلو جرام بمنافسات الملاكمة ليودع البطولة الأولمبية طيب من النتائج لمواعيد الغد للعبين المصريين كرة الطائرة الشاطئية منتخب مصر هيواجه أسبانيا في الحداية 10 صباحا ضمن دور المجموعات ومنتخب مصر في السلاح هيواجه إيطاليا بالأدوار النهاية في الساعة الحداية 10 و50 ديئة صباحا ويشارك في صفوف المنتخب اللعبات يروائل وصرا عمرو وملك ماهر وانوها هاني بالتوفيق أيضا يلعب يوسف أحمد في الكوس والسهم يوسف أحمد طلبة مع بطل ألمانيا في الساعة السنية 10 و6 دقائق زهرا ضمن منافسات نهايات فردي الرجال ويلعب علي نبيل كمال الدين بدوري وخلود مصطفى اسماعيل في مرحلة التصفيات وذلك من الساعة 12 ورب حتى الرابعة و43 ديئة مساء يلعب عمر عصر مع السويدي تروليس موريجارد في دور 16 وذلك في العشرة مساء ودي مباراة مستنينا كلنا بكل تأكيد وان شاء الله ربنا يكرم فيها عمر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر